بس اللعنة والرحيمي ازايكو يا شباب يا رب تكونوا بخير دايما النهاردة ان شاء الله مكملين في كورس الماث فيزيكس حلقة النهاردة هتكون خاصة بطلبة اولى سنوي لو انت بادئ لسه في الترميل اول في اولى سنوي او انت في الترميل تاني في تالتة عدادة تبق مهم جدا جدا برضو مكمل معاك لحد جمعة هنتكلم حلقة النهاردة عن ازاي الحلقة اللي فاتت بس هتكون واحدة في اول ديجري والتانية في اول ديجري يلا بينا يلا بينا زي ما انتفقنا حالة النهاردة نسميها باسم الطريقة اللي هنستخدمها في الحال لطريقة الـ احنا المرات الفاته اتكلمنا ازاي نعمل Solving the two equations in two variables بس the two equations can first degree النهاردة هنتكلم ازاي نعمل بس هتكون واحدة منهم والتانية وهنا هنستخدم طريقة تانية في الحل اسمه والسبستيوتينج ممكن تستخدمها في طريقة الحل الفات في الطريقة للحلقة اللي فاتك بس انا يعني بقول لك الاسهل او لانا بستريح له شخصيا والاريح لك هنقسم كده هنبدأ مثلا او المسألة طبعا السؤال حيكون بدل من التعامل مع هتكون مثلا هحط لك اتنين برضو على قد ما قدر لو فهمتهم انت خلاص كده بس ورع وقلم وهتحلهم تاني يعني ما تستعملتش زي ما عودتك كده على السماع وخلاص لستحلهم من اول وقديد اول واحدة مثلا هتكون الاولى first degree x plus y equals two ولكوجان التانية x bar two plus y bar two equals two تاني مثلا مسألة هتكون الكوجان الاولى x minus y equals one وx bar two plus x multiply y equals six زي ما انت شايف دي first degree ودي second degree دي first degree x و y bar one ودي second degree سواء كانت عشان bar two او سواء عشان x multiply x multiply y ده هيت غير x plus y x plus y first degree لما x multiply y هتكون second degree طيب هحل ازاي؟ هنا بقى فيش اومنتينج خلاص هنتعمل بطريقة جديدة خالص اسمها السابستيوتي طبعا مشكلة الدرس ده واحد حيقول لي انا مش فاهم مش فاهم ليه الدرس ده للاسف عد بقى معي معتمد على كم حلقة من التأسيس لو انت مش الضابطهم مش تفهم اي حاجة ما تحاولش هتطلق بقى number one لازتكون زابط adding and subtracting لها حلقة خاصة بيها رقم اتنين لازم تكون حضرتك زابط بالزات بتاع بعضة او ازاي نجيب رقم تلاتة لازتكون القرم اهلت استمتلك جديدة الحلقة اللي انا حددتها كده بالترتيب واح حاول احط لك الانكات بتاعتها اه معنا هنا في الحلقة علشان تقدر ما يحصل لكش اي مشكلة وانت بتحل المسألة تعال نبدأ كده فكرة اول حاجة هنيجي من اللي هي الفيرس ديجري هنيجيها نمبر وان والتانية نمبر تو ليا السكن ديجري حاجة من اللي هي حاجة من اللي متاعت الفيرس ديجري هحاول افصل اخلي الاكس الوحدها او الواي الواحدها زي ما انت عايبت سيدي فانا لو خليت الاكس الواحدها طب زي افصل ان انا حنقل الواي هناك بعكس الساين فهتكون وحاسمي دي كده يبقى دي اول استف هعملها حاول افصل اجيب الواي الواحدة والباقي حنقله في الرايت هان سايد طب لو اصلا الاكوجين جاية بالشكل ده خلص يبقى تستغني على الخطوة دي بعد كده هتمسك الاكوجين اللي طلعت جديدة انت جبتها فروم وان يبقى تعمل بها سابستيوتينج ان اكوجين تو طيب يعني هنعمل ايه يعني هتبدل كل اكس تقبلك بطو ماينس وان وي في براكت عشان ده يبقى مكان الاكس هنا في احط طو ماينس وي فول سكوير لانها اكس سكوير واكمل بلاس واي سكوير ايكوال زي من اول هنا بقى نبدأ نتعامل مع الحاجات اللي اتمررنا فيها الحلقات اللي فاتت حبدأ اجيب بتاع البراكت ده ومتنساش الله يكلمك الميدل ترم بتاعه هيكون الميدل ترم الفرست ملتبلاي نيجاتف وي بنيجاتف تو وي ملتبلاي تو بنيجاتف فور وي وبعد كده هتكمل الباقي زي ما هو طب بعدين هعمل ايه اللي ظهر قدامك ده فيها فيها فاريابل واحد بقى خلاص بس كان لها حلقة برضو خاصة بتحلي بالفاكتوريزيشن اي ان كان نوع هجمع واردت بقى وظبطها على الشكل بتاع الترينوميال هتكون واي سكوير بلاس واي سكوير بطول واي سكوير بعد كده بعد كده الماينس فور واي تيجي وراها بعد كده الفور دي لما انقلها التوب الماينس تكون فور ماينس تو بوستف تو لا فيه سكوير اقدر اعمله ممكن اعمل زي ما انت شايف هتكون واي سكوير ماينس تو واي بلاس وان ايكوال زيرو بعد كده بقى من اول هنا هتبدأ حضرتك تعمل وطبعا متمرنين عليه قبل كده انا هقوله سريعا بقى او باستخدام الكالكيليتور كان ليه حلقة برضو في كورس الكالكيليتور اه هنا كنا بنحط نيجاتيب واينا نيجاتيب ملتبلاي بوستيب نيجاتيب وابدأ اقسم الصفحة يبقى من هنا الواي ايكوالز وان ومن هنا برضو الواي ايكوالز وان يبقى هي الواي لها بالي واحدة ايه بس طيب انا خلاص بقى جبت الواي ايكوالز وان طب عايز اجيبي الاكس اجيبي الاكس ازاي حاجة كده بقى اقوله from اي اكويجن الاسهل فري طبعا حاجة اقوله from اكويجن تري انت جبت الواي بوان يبقى الاكس واي هتكون الاكس بوان يبقى الاكس كمان بوان يبقى حضرتك جبتت الواي بواني找 الواي بوان تريد الاكس بوان طبعا لو الاي طلع تقاها ابي انا كده حلت الاكويجن واقدر اتأكد وان بليس وان بول سوان بورول سوان ب برضو بربو بطوي بطوي two two three three five 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 six five five وديه equation 2. قلنا from 1. من الاقواجان الاولى دي. حافصل ال x الوحدة او ال y الوحدة زي ما انت عايت. حل ال negative y هناك في ال postif حتكون 1 plus 1. دي كده equation 3. طيب حضرتك gift 3 دي من اين من 1. يبقى تعمل بها substrating into. يبقى حاجة اقول له كده. in equation 2. حبدأ اشيل اي اكس تقابني وحط مكانها 1 plus y. فحكون مكان الاكس دي 1 plus y. بعد كده مكان الاكس دي 1 plus y. وبعد كده multiply y اللي جنبها دي. equal 6. واحد يقول لي طب ما انا كم ممكن اجيب ال y لوحدها احسن. واعمل بها صبا سيوت مرة واحدة بدل ما عملت مكان الاكس مرتين. صح برض. مفيش مشكلة. كل طرق صح في الاخر هتوصل لنفس. هبدأ بقى احسب الكلام ده طبعا كل ده كلام قديم. هعمل squaring ال one هتكون one. المدل ترم ال one. multiply y multiply two. هيكون positive two y. ال y لما نعمل لها squaring هتكون plus y square. طب هنا حبدأ اعمل distribute لل y. y multiply one يبقى positive y. y multiply y يبقى positive y square. طب وبالنسبة لل six حبدأ اقالها minus. ان الكوادراتيك اكويتين زي ما احنا متعودين بتاعها بيكون zero. حبدأ بقى ارتب كده واجمع كده وهشك الكوادراتيك كده دي y square plus y square. دول كده two y square. بعد كده positive two y plus y يبقى positive three y. بعد كده one minus six هتكون negative five equals zero. بعد كده حبدأ اعمل ده بقى شغل قديم. لو انت ظابط الفيديوهات القديمة استحالة حاجة تقف معاك. يبقى two y multiply y. five مفيش غير five multiply one او one multiply five. ده greeter هيبقى ده positive. و positive multiply negative negative. وتأكد ان مزبوط دول five y ودول negative two y مزبوط يبقى positive three y. من هنا بقى ايبقى انا عرفت ان ال y equals one. وال y من هنا negative five over two. طيب فضل ال x. هروح بقى اجيب ال x. احنا عرفنا حاجة بقى قلنا منين اسهل حاجة. حاجة اقول له كده from equation three. وابدأ برضو انا مقسم صفحتي كده. احنا عندنا وي بone. وعندنا وي. ب negative five over two. هابدأ في اللي التالتة دي. اهي. مكان ال y هحط negative five over two. يبقى x equals one minus five over two. تطلع ال x negative three over two. هادي ال x اهل. وقادي ال y بتاعتها اهل. طيب تعال هنا بقى ال y equals one. عايز اجيب ال x بتاعتك. حاجة في equation three. احط مكان ال y one. يبقى ال x equals one plus y. بقى one plus one. يبقى x equals two. وقادي ال y بتاعتها. وبكده يبقى خلصنا. حاول ورقة وقلم وتحاول تعيدهم داني. انا عارف ان المسألة دي طويلة ورخمة. بس لو انت ظابط كل حاجة قديمة هتظبط معك. ملاهاش طريقة تأكد منها بالكالكي لوتون. تأكد يدوي بال substitution. ان وان وطوي بقى two minus one بوان وتجرب هنا هيطلع برضو معاك بسيكس. كده نكونوا خلصنا موضوع الحلقة بتاعت النهاردة. تنسوناش دائما بالشير واللايك والسابسكرايب عشان انت تستفيدوا زمانك يقدروا يستفيدوا. اشوفكم خير ان شاء الله الحلقة اللي جايها. سلام.